ايه رأيك في يعني قبل ما اسأل عقصة دي المجتمع رايح على فين؟ ما بقاش عندنا قواعد ثبت لأي حاج؟ احنا ليصين وهيصين في نفسنا ما بقناش عارفين نقول يعني ايه مجتمع ويعني ايه قيم ويعني ايه اصول ويعني ايه أدب ويعني اقلال يعني احنا مثلا جلنا دلوقتي ليقولك اي بيو أنا لو حد جي قال لي لما نكبر يعني لما نبقى جدة بقى يجي يقولي مثلا زمان كان مجتمعنا في طيبة عن دلوقتي لأنا همسك العكاس وهنزل بيه ضرب يقولك لا ما فيش الكلام ده احنا جلنا اتفارم بصي 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 سال اولا بالنسبة للقصة دي بذات احنا لازم نقول للمشاهدين احنا بنسمع من طرف واحد احنا سمعين من طرف واحد التاني مرضاش يرد علينا التاني مرضاش يرد وبالتالي وبالتالي احنا بنتكلم باللسان احد اطراف المشكلة مش الاطراف كلها بس حطي ده اساعد لا استنبتش ان كلامك ده خلاني اعلق حاجة تحليلك لشخصية مادام ميرفد بسرعة بس لا هي حاجات كتير انا مش هقول ان هي مش متأثرة ومش هقول انها مش موجودة دي بتعيط مش متأثرة بس اه مش هقول كده بس هقول المشكلة جات من ايه هم كام اخ واخت مش سبعة واحد في النمسا والتاني في محافظة ايه والتالت في محافظة ايه والربع في محافظة دي بالك الاخوات ايه بقى متشتتين ومحدش بيسمع التاني محدش شايف التاني ففين الاخوات طب ده بيفرق ما هو كل واحد عايش حياته مع عياله بصي حبابتي ما يزرعه الاباء ايه يحصده ايه الابناء انتي بتقولي لي يا ريهان مشكلة مجتمع عقولك ليه عشان الاباء عملوا ايه التربية فين سؤال لما الاب عمل كده في ابنه اللي راح وشيقي ومارديش يديله الفلوس بتاعته او مكسبها صغير عمل كده لما شاف ابو احنا بنقلد اهالينا غزب عامنا طبعا 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 ما هو بصي بس تم هو يقولك يخلق من ظهر الفاسد عالم ومن ظهر العالم فاسد اما عاكي بس في حاجات اعمل اللي عليا والباقي ده بتاع ربنا بس اعمل اللي عليا لان المشكلة دلوقتي بقت مشكلة قضاء هي قضاء انت هتتعاني على التوكيل اللي عملوا هتقوم نا بس مشكلة نفسية عشان ما تحصلش تاني احنا نكلم فيها انا مش عايزة تكلم في المشكلة دي انا عايزة تكلم موفينج فورورد نمرة واحد للاخوات مفيش اب وام في الحياة مهما كان اللي في ترى بتاعهم يحبوا يشوفوا ولادهم اللي بيحبوهم مسكين في الزور بعض طبعا فمش معقول نكون احنا ما نحبش نشوف ولادنا كده لكن ولادنا طالعين يسمعوا انا مشاكلي مع اخوتي ايه ما الولاد بتقلد ما هم مجيش اقول له يا حبيبي خد بالك من اخوك ويا حبيبتي انت مسؤول عن اختك ويا حبيبي اختك الصغيرة دي مش عارف ايه وده يعتبر بنتك وانت اللي مسؤول وفي الاخر يشوفني انا مسكة اخويا ولا مسكة اختي بتخنق معاها اشتركوا في القناة